مصرية حدوطة مصرية حدوطة مصرية أهلا بحضراتكم الصناعات الثقافية من أهم الرسل والسفراء لأي دولة سفراء من الدرجة الأولى سفراء للثقافة وللحضارة وبيعبروا عن معنى كبير جدا وبيلخصوا أحيانا البلد في شكل حلي أو في شكل صناعة خيامية أو في شكل أربست أو في شكل أي صناعة من هذه الصناعات إحنا بيساعدنا يكون معنا الدكتورة ويهاد سمير أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية والمشرف على قسم الحلية بمركز الحرف بالفصطات برحب بحضرتك فنة أهلا بحضرتك والحقيقة تم افتتاح النسخة الأولى من معرض صناعات الثقافية بين مصر والصين في عام 2016 وهذا هو عام التعاون والتآخي مع دولة الصين منذ أيام ده كان في مركز الحرف التراثية في الفصطات بالقاهرة قبل ما أبدأ وأتكلم مع هيك عايزين نبسط للناس يعني إيه صناعات ثقافية أقول له هيك هو المعرض قايم على الصناعات الحرفية التراثية بمعنى أنه إحنا عارفنا في 2016 ده عام مصر والصين ده عام الثقافي فهو كان في معارض لنا موجودة في الصين إحنا سافرنا بالحرفيين وتاني المعرض ده أول معرض للصين عندنا في الاتفاقية الصناعات ثقافية يعني إيه الصناعات الحرفية ما يقابل الصين وما يقابلها في مصر يعني الخزف الصيني والخزف المصري عندنا هما ما عندهمش خيامية إحنا عندنا خيامية هما كانوا جايبين رسم الحرير كانوا جايبين الكتابات وعملين ورشة جرافيك إحنا كان عندنا باقي الصناعات بتاعت المركز الموجودة عندنا كانت بتشمل حلي والنسيج وخيامية وشغل الخشب القديم والإشرة والصدف وكمان شغل الطرق والربوسيه والتكفيط الفضة لأ الربوسيه بقى يعني الربوسيه هو مصطلح يعني الطرق الطرق يعني الطرق أقول الربوسيه اللي هو بالدق المعدن فيبقى فيه عالي واطي التكسيم لما تكتب كلمة مجسمة أو شوف وحدة تراصية أو وحدة من الأشكال بتاعتنا عالي وواطي الربوسيه بيضع على إيه؟ على الخمائل على النحاس أصفر أو أحمر على فضة زي الأطباق الفرعونية الشهيرة دي الدائرية لا الأطباق الفرعونية دي حفر دي حفر لكن لما تلاقي أية قرآنية مكتوبة وحدة إسلامية متاخدة من على جامع أو من على بوابة من بوابات القديمة فبتلاقي فيها تكسيم عالي وواطي وتلاقي فيها حتة فيها ملمس حتة مثلا ما فيهاش سادة هو ده الربوسيه جميل الحرف الصناعية إلى أي مدى مصر متقدمة فيها؟ أو متى كانت مصر يعني تمتلك فريق أو جيش من الحرفيين؟ وإيه المراحل اللي مرت بيها هبوطاً وصعوداً؟ لا ده على مر التاريخ خلينا طيب في الفتر ده على مر التاريخ مصر مشهورة باصطناعات الصغيرة وزمان كانت كلمة حرفي لقب لقب اللي ياخد صانع ده أو حرفي كان يبقى فرحان فيه استعيلته ويتباعه أنه عنده صناعي بعكس طبعاً في زماننا الحال أنت عارف أن اللقب ده دلوقتي بقى بالنسبة للناس صعب شوية أنك تقول عاجب حرفي لكن إحنا عندنا على مر التاريخ من المملوكي والعصر الفاطمي كل ده لبات كان الحرفي يعادل الفنان بالضبط أحسن من الفنان يعني كان ليه يعني يعرف لأ ليه ثقل وليه مميزات في الدولة بياخدها عشان هو حرفي صناعي بعكس دلوقتي لكن إحنا طبعاً عندنا الصناعات إحنا عندنا صناعات حلوة جداً في مصر بس ممكن يكون عندنا مشكلة تسويق عندنا مشكلة دعاية أن الناس مثلاً مش عارفة عندنا مشكلة أن في بعض الناس بتفضل تشتري المستورد مش المصري أي طبعاً دلوقتي فيه حاملة تشجع صناعة مصر لكن إحنا لازم مش هننكر أن فيه فئة أو فيه ناس ما زالت بتفضل الصناعة الأجنبية ولما يشوفوا الصناعة المصرية بقوا مبهورين أنت بتسافر ببرة بتشتري الحاجات بتاعتنا بتروح تشتري البنطلون القطن برة متصنع بتلاقيين ميدان إيجيبت والله يعني بتلاقي منتجات بإخاماتنا موجودة برة وأحياناً بتجيلك من هناك بإعادة تصنيعها تاني وبنشتريها هنا بسعر كبير جداً بحين إن دي إخامات بلدنا إحنا ما عندنا ناس ثقافة للصناعات الثقافية بتاعتنا يعني اسأل أي حد كده قوله إيه الصناعات المصر مشهورة بيها صحيح بعيد عن المحافظات المشهورة قوله عموماً مصر كده إيه الصناعات فيها مش هيبقى عارف جاوبك لأن ما فيش الهوية مش عارف يعني إيه هوية بلده طراصها للأسف ده دي مشكلة على فكرة موجودة دلوقتي ما يقدرش يقولك مثلاً قوله مثلاً خيامية يقولك يعني إيه خيامية لكن بعض الناس عارفة يعني إيه الخيامية نشرح من الناس عارفة مصطرح الباتش وورك اللي هو الطالع من الخيامية المصطلح الأجنبي لكن مصري والصناع بتاعتنا لأ نحن عندنا منطقة بتاعت الخيامية في الأظهر لأ اشرحيها لنا الخيامية مشة بتتقص حسب التصميم بتاعها وبعدين بتتخيط يدوي بتدينا الشكل إذا كان فرعوني أو الأشكال الهيئة الإسلامية جميل بيتعامل منها مثلاً تابلوهات بيتعامل منها شلت خداديات ممكن تعمل منها مفرش لها إنتاج كبير جداً اللي حقيقة مرتدية دا حالياً في جزء خيامية؟ لا دا صناعة من العريش جميل اشتريته من المعرض بصراحة جميل كان عجبني جداً جداً أنا بحب الصناعة المصرية طبعاً بحكم أني بأشتغل فيها وكده وبشجع صناعات بلا دي بستغلاء من زمان بقى يعني فلقيت إن هي لأ يعني الموتيفات اللي فيها ودرجات الألوان فيها طاق ألواني أولاً للمحب الألوان دي جميلة جداً تاني حاجة لقيت صناعة فيها دقة ودي أهم حاجة الفينيش صحيح فاشتريت بقى حاجة كثيرة فأنا قلت نهار سبباً إن إحنا بنكلم عن الصناعات فلازم ألبس حاجة من صناعات بلدي بنشكرك على دا طبعاً طب هل فيه اندصار لهذه الصناعات الثقافية؟ آه يعني إحنا عندنا بعض المهن لكن حرجع أقوله حيك يعني إيه؟ إحنا عندنا مثلاً مبدئياً مركز الحرف التقليدال بالفستات يدبع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تحت إشراف دكتورة نيفيني الكلان إحنا المركز عندنا بيقوم على الشغل دي بعض الصور دي صور ده النسيج طبعاً ده شغل النسيج عندنا وده في الافتتاح أخميم كمعارضين معانا وده الخزف بتاعنا وده الفنانين بتاع المركز اللي بيشتغلوا ده فين اللي فات ودي الخيامية مركز الحرف دي الصور دي في مركز الحرف دي الخيامية هنا في الافتتاح مع مساعد السفير الصيني وهنا الورشة بتاعة الحفر اللي اتعاملت الصيني تمام وزير الثقافة وزير الثقافة طبعاً لأنه هو افتتح وزير الثقافة ودكتورة نيفين ودكتور أيمان عبدالهادي رئيس قطاع العلاقات الثقافية مع صندوق التنمية الثقافية وطبعاً قيادات الوزارة كلها كانت حضرة الاحتفال وطبعاً كان عندنا إيفنتات وورش موجودة على الهامش وحفلات إذا كانت من الجانب الصيني أو الجانب المصري يعني هنا دي كانت ورشة حفر كانت فين مقررة برد مركز الحرف بالفستات الإيفنت كله قعد خمسة أيام جوه المركز الصورة اللي كانت قابلة كده الفنان الصيني هو بيرسم الخذف فدي برضو إحنا شفنا شغلهم هما شافوا شغلنا فدي كان ميزة مهمة جداً إن إحنا نبقى شايفين هنا ده الفنان الصيني إن إحنا نشوف الثقافات بتاعتهم طريقة رسمهم لعناصرهم ووحداتهم هما شافوا طريقة رسمنا ووحداتنا وعناصرنا كانوا مبهورين تبادل ثقافي رائع آه طبعاً جيداً هنا بقى بيوصار سؤال مهم إحنا بنشوف هذه المعارض وبنسافر كوزارة ثقافة بمعارضات وبتبقى عهدة وبنرجع بيها لمصر لماذا لا يكون هناك جانب تجاري يعني نصنع صناعاتنا الثقافية رايحين الصين نبيع بقى دي صحيح نطلعنا 3-4 معارض هناك وروحنا مع إن هم هنا بقى عايز أقول حيك في المعارض ده الصينيين اشتروا كمية شغل من المنتجات بتاعتنا من كل التخصصات طيب لما بنسافر لهم بالحاجات ما بنعملش ده للأسف ده بحتاج أقول لحديك ده بقى حاجة ده يعني إيه بقى لازم يطلع قانون من رئاسة الوزراء بإن دايماً إن الحاجات دي لما تسافر ترجع لأنه بيقولك مثلاً التأمين والشحن على حساب الوزارة فطب هم صفروا الحاجة فلازم ترجع لو حاجة نقصت طب مين هيتحاسب عليه مين هياخد الفلوس هناك هي شوية مشكلة معقدة إن هي فيها إجراءات كتيرة يعني محتاجة مثلاً وزارة الثقافة مع السياحة مع الصناعة يعودوا مع بعض يوجدوا قرار يقدروا إن إحنا نبيع إحنا عشان نبيع هناك لازم تبقى طالع شحن على حسابك يعني إحنا مثلاً كقطاع صندوق التنمية الثقافية بنشحن عن طريق القطاع العلاقات الثقافية الخارجية لا يبقى لازم أطلع مجاني يعني ما بيعش عشان أرجع بالشغل لكن ممكن أطلع بس ده بقرار بقى من الوزير وكده إن إحنا ممكن نطلع عن بيع يبقى معرض بيع بس إحنا نتكفل بكل التكلفة المادية من شحن حد يكعارف بقى الإجراءات الطويلة دي وطبعاً بتبقى إجراءاتها برضو لها إجراءات وتكلفتها عالية جداً بس طبعاً إحنا نتمنى إن يطلع القرار دوات لأن إحنا بنبقى يعني لأ بتبقى حزين لما تروح وتبقى الناس عايزة تشتري وتلاقي الناس في الدولة التانية بتسألك إنتون ليه مش بتبيع طبعاً إحنا عايزين نشتري صحيح دي مسألة لأن فيه منتجات طلع بتبقى مقتنيات مش للبيع خالص تراثية قديمة وفيه مقتنيات من إنتاجنا يعني إحنا مركز الحرف قائم على الإنتاج يعني كل شهر عندنا خطة عمل في كل التخصصات بننتج بننتج وعندنا منافس حوالي 12 أو 14 منفذ بيع قائمين بسندوق التنمية الثقافية